السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. اعزائنا طلاب الصف الاول الاعدادي. ومع درس جديد من دروس اللغة الانجليزية. والنهاردة معدنا مع نموذج التالت والرابع من ملحق كتاب جيم. ونبدأ نقول بسم الله. طبعا النموذج التالت هو صفحة كام مية وخمسة. اول سؤال عندنا. وان خلاص محلول في اخر الكتاب. عشان الناس دايما تسألني على الليسنينج. شباب السؤال الليسنينج موجود في اخر الكتاب. ممكن تقرأه وتحل لوح لك عاجي. نبدأ بسؤال التانية عندنا دايالوج. نانسي ان دوحا. هاي دوحا. هاي نانسي. اين? قضيتي? اجاد الصيف? طبعا لما نلاقي السؤال في كلمة ديد. نحول الفعل المضارع الى ماضي. يبقى اقول بدل يوتى بقى. لها رحت معامل. يبقى هنا عندنا نقول لها. جبنا منين كلمة ديد? عشان في فعلة ماضي. دايما لما يكون الاجابة فيها فعلة ماضي. بالنهاية بنشتغل بفعل مساعد اسمه يا شباب. ديت. اقمتي فين هناك? لها ممكن الهوتيل. بعد كده عندنا لها يس. لما تلاقي كلمة يس وين هو يا شباب? ما ينفعش نكون سؤال بعدوة استفهام. لازم نكون سؤال بفعل مساعد. طب بنجيبه منين يا مصدر الفعل المساعد دوت من الجملة هنا. شايفين كلمة فعلة ماضي? يبقى اللي ينفع معها فعل مساعد اسمه ايه? اما لو كانت بس كنا قلنا دو. طب لو اخير هي اس المفرد يبقى ضز. يبقى هنا عندنا ماضي يبقى خلي بالك كل ما نحط كلمة في اي سؤال لازم لفعل يكون مصدر. هنا هو وهنا عندنا وهنا بعد كلمة دي في كلمة ايه انجو. بتلها يس اي انجويت لط وتباوت يو. طب انت عملت ايه? تلها اي ترابل تواليكزاندرية. انا بقى روحت اسكندرية مش لغردها. مسلا فانتاستيك جريت عظيمة جميلة وهكذا. سؤال التاني في الانتحان او التالت بقى سوريا شباب. هو سؤال يعني قطع فهم. ماينام السوها كمال. ايام ام بريب وان. طبعا كان بسهل. بنت متعرفت على نفسها. اسمها سوها كمال. عندها اثناشر سنة. وهي في اول عدادي. وعندها ثلاث اخوات. واخته واحدة. انا اصغر بنت في العيلة. اصغر شخص في العيلة. والام مدرسة علوم في المدرسة. كل الطلاب بيحبوا الام دي. لانها طيبة ومتعاونة جدا. هي تساعدني في اداء واجبي. يبقى الشي دي عاد عالمين على الام. في المساء. نقعد مع بعض. عائلة يعني. and watch tv. sometimes i go to my room and play computer games. احيانا بازهب الى غرفتي والعب. العب كمبيوتر. it's really fun. ممتعة جدا. but my older brothers. الاخوات الاطبر منها. يجوالي يجو السينما. يروح السينما. or the club. او النادي. to play football. لعبه كورة. or practice swimming. او يتضربه صباحة. we are happy family. احنا الى سعيدة. on holidays. في الاجازات. we go to anexandria. بروح اسكندرية. to swim in the sea and play on the beach. نلعب على الشاطئ. we visit the library two. بنزور ايه المكتبة ايضا. اول سؤال. how do so has brothers enjoy the free time? اخوات سوها. ازاي بيقضوا عندنا وقتهم. وقت الفراغ يعني. قلنا بعضهم بيروح السينما. بعضهم بيروح النادي. بعضهم بيروح السباحة. قلنا عندنا. they go to cinema. play football or go swimming. when does سوها go to anexandria? امتى سوها بتروح اسكندرية? قلنا. الاجازات. يبقى on holidays. يبقى she goes there on holidays. what does the underline she refers to? الضمير اللي اسمه الشي ده. بيشير الى ايه في القطعة? قلنا بيشير الى الام. يبقى عندنا بكتب كده شي ما بين كده كده. وقل له refers to كزا. طبعا نفضل هنا بس عشان في كلمة does. وانا في الاجابة يخليها ايه يعني. يعني. يبقى she refers to a her mother. so has father work is at. الاب بيعمل فين يا شباب انه هو انه طبيب. يبقى hospital. number five. there are members in soha's family. في كم فرض في هذه العائلة? طبعا قلنا سوها عندها ثلاث اخوات سبيان واخت بنت كده اربعة. وسوها الخمسة والاب والام يبقى كده كام سبعة. يبقى الطلاب يقولوا احنا نستبعي تسوها خالص نخليها ايه ست افراد. بس المفروض عندنا لما اقول لك عائلتك فيها كم فرض. بحسب نفسي معهم يعني. سوها ايه the person in the family. سوها اصغر طبعا بنت او اصغر شخص في العائلة. يبقى youngest. بعد كده السؤال اه الرابع وسؤال اختياري. عشر جمل اختيارات سبعة على الكلمات تلاتة على الجرامر وعليهم عشر درجات. البيبي بيرد اللي هو الطائر الصغير لسه بيكون ضعيف جدا. ما بيعرفش يطير عدة ايام. ضعيف يعني ويك. يمكنك ان تجد كثير من الكتب فين. مكتبة. عمي. اي الصفة اللي عنده تأنقذ بنت من النيران يبقى هو شجاع يعني غريب. فاوزي بيعتقد ان وصفة عمل رز باللبن سهلة. كلمة وصفة طبخ اسمها recipe. في اجازة الاسبوعية اللي هي بتقرر كل شوية. انا بزور العم والعمة. يبقى عندنا اسمها ايه تابي كالويك اند يعني اجازة نموذجية او مثالية. تعليمات that can help me to stay online. الاب اداني تعليمات ازاي ابقى امان على الانترنت. امن يعني save. children in اوغاندا go to school cano. اطفال في اوغاندا بيروح المنرسة في قارب الكانو. why aren't always me text message. عمتي او خالتي دائما ترسلني بايه برسائل نصية طبعا always من الكلمات اللي بتدل على التكرار والروتين. يبقى دا زمان اسمه ايه يا شباب المضارع البسيط. ويتكون من ايه يا شباب اما مصدر send او sends. امتى مصدر مع الجمع. تب send is مع المفرد. العم او الخلا مفرد يبقى الصح ايه. sends. good at و bad at بيجي بعديهم فعلا اخر نجي. يبقى drawing يبقى هو كويس جدا في الرسم. there is cheese on the table. يوجد بعض الجبنة على الترابيزة. جملة is bad مش هينفع اقول كلمة any. والشيز لا تعد مش هينفع مني. وقالوط عايزة اوف يبقى الصح ايه. there is some cheese on the table. ونروح على اه السؤال رقم خمسة اللي هو read and correct تصحيح. they don't speaking english now. now من علامات المدرع المستمر. يبقى بشولة عندنا don't. هولة عندنا اما am. اما is. اما are. they جمع. يبقى they are. بس الجملة نافي. يبقى they aren't speaking english now. she bought any sugar last week. طبعا الجملة دي اثبات. يبقى هاشتريت بعض السكر. بس صحة ايه. some sugar. students shouldn't study their lessons. طلاب لا يجب يذكروا درسهم. ده نصيحة هنا. لازم يذكروا. يبقى should. this is mr. kareem's new car. اس الملكية يا شباب. بيبقى ال apostrophe قبل الاس الملكية. لان ده مفرد. بس صحة عندنا. كريم's new car. بعد كده paragraph من تمانين كلمة. description of your classroom. وصف لنا الفصل بتاعك. تعال نشوف احنا كتابنا paragraph سهل. نصحة مني. تعيد كتابته مرة كمان ومرتين. لحد ما تتقن. تعال نشوف يا شباب. paragraph اللي كتابناه. الاول عنوان فوق. description of my classroom. وصف لفصلي. نسيب الاول كده جزء فاضي هنا. مقدار كلمة يعني فاضية. بعد نبدأ نكتب. I'm a student in a prep school. انا طالب في مدرسة اعدادي. there are many classrooms at my school. you get فصل كتيرة في فصلي. او في مدرسة. sorry. my classroom is beautiful. فصلي جميل. there are many discus. في دسكات كتير. there is a smart board in the foreground. في صبرة ذكية. في مقدمة الفصل. there is a laptop to use in our lessons. في لابتوب نستخدمه في الحيث بتاعتنا. we have a printer عندنا طابعة. in our classroom to print our project. نطبع فيها اوراق ابحثنا ومشاريعنا. there are many windows in the background. الشابك في اخر الفصل. there are many posters on the walls. في لوحات متى هو علقة على الحيطة. we make these posters for our teacher. بنعمل. اللوحات دي لاجل المعلمين بتوعنا. بيطلعهم مننا. ده ده تابلت. في تابلت فور my teacher. في تابلت المدرسة بتاعي. he uses it in class. بيستخدمه الفصل. to help us understand the lessons. عشان يساعدنا نفهم ازاي دروس داعاتنا. i really like my classroom. انا حقا احب ايه الفصل بتاعي. كده يا شباب ده model 3. تعال. تعال يا شباب نشوف الامتحان الرابع. صفحة اثنية وتمانية. في سليم بيكلم طارق. did you visit Luxor? هل زرته Luxor? قال له yes. I visited last year. how did you there? كيف زهبته هناك? قال له I went there by. قال له وسيلة معينة. قال له much is a train ticket? سأله عن سعر تسكرة. واضح ان هنا بيقول له كلمة go. عشان كلمة went هنا في الإجابة في الماضي. بس عشان في كلمة did رجعناها مصدر. يبقى how did you go there? I went there by train. طبعا السؤال عن السعر يبقى how much? قال له it's 90 pounds. 90 جنيه. where did you stay? اين? اقامتوا هناك. فقال له طبعا I stayed in a nice. طبعا فندق جميل. بقى hotel. have a nice visit. مانا ليك زيارة سعيدة. قال له ايه? thanks. بعد كده عندنا يا شباب في براجراف عن شام النسيم. او sorry comprehension. مش براجراف عن شام النسيم. عليه ستة اسئلة. شام النسيم is my favorite time of the year. شام النسيم. هو ووقتي المفضل في العام. we enjoy it at the start of spring. نستمتع به في بداية الربيع. شام النسيم started in two thousand seven hundred bce. يعني هذا الاحتفال بدأ في مصر سنة الفين وسبعمية قبل الميلاد. قبل ميلاد يعني سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. today most egyptians have a picnic in park or naked to the river with their families. النهاردة معظم المصريين بيقضوا بيعملوا نزهات يعني في الحضائق او بجوار نهر النيل. with their families مع العائلات. many people also go to the beach. كتير بيروحوا الشواطئ. where they make sun suncastle. بيعملوا قلعة من الرمال يعني. and swim in the sea. ويأسبحوا في البحر. on this day we eat a lot of special food. do you want to know how to enjoy الفيسيخ? اليوم ده احنا بنقل طعام خاص. لهو الفيسيخ بقى او الرنجة او كلام ده. هل تريد ان تعرف كيف تستمتع بالفيسيخ? add lemon juice. ضيف عصير اللمون. to the fish. للسمك. and habit with salad. وتناول مع الصلطة. it's delicious. طعم نزيس. but you should buy it from a good shop. لكن لازم تشتري الفيسيخ دوت من محل كويس. and they shouldn't eat too much. متاكلش منه ايه كتير. وقت يزا بسج about. عن ايه قطع ديت يعني. قول لعندنا it's about cham النسيم. وين ديت cham النسيم start? امتى بدأ الاحتفال بشام النسيم? قلنا سنة 2700 قبل الميلاد. يبقى اكتب كده it started in. واكتبت الاخذاشة عندنا. two thousand seven hundred pce. what does the underline pronoun it? قلنا ايه تعيد على الفيسيخ. يبقى كده it. وعند refers to. فيسيخ. يبقى it refers to. ايه فيسيخ. many Egyptians go to on cham النسيم? هنا طبعا السؤال شوية يلغبت. كثير من المصريين بيروحوا فيم cham النسيم? هو بيروحوا بإما الحضائق إما يروح البحار. لأسف هو حصل الاثنين. فنخترنا الاوقع والأفضل يعني يبقى ايه? parques. cham النسيم is of spring. cham النسيم فين موقعه بالنسبة للربيع? في البداية ولا في النصف ولا في الآخر? طبعا في البداية. يبقى add the start. people eat on cham النسيم. النسبة تاكل كيف شام النسيم بتاكله بسيخ. سؤال الرابع. سؤال اختيارات. our sisters or brothers who are the same age. اخوات بنات او صيوان في نفس السن. طبعا دول يبقوا twins توائم. حبيبة اذا فيهماس. حبيبة هي لعبة جنباز اسمها gymnast. اما gymnastics هي لعبة جنباز نفسها. والجم ده المكان اللي بيروحنا لعب فيه. is something you buy to remember a holiday. حاجة بتشتريها شانت تفضل فاكر الاجازة اللي كنت فيها. طبعا اسمها هدية تسكارية. souvenir. how did they to the castle. كيف وصلوا الى القلعة. خلي بالك السؤال ده مخادع. طلب على الطول بتقول لي arrive. قل لك لا. هتقول لي ليه. arrive بيجي معها حرفين جر اتنين بس ياما ان. ياما ات. وهنا حرف جر اسمه ايه تو. arrive in مع المدن والدول. arrive at مع اماكن اخرى. كلمة reach يصل الى. لكن بدون حرف جر هنا في تو. طبعا كلمة get هاي اللي بتاخد ايه تو يبسح عندنا. get two. مش هينفع اقول له كيف اعطوا القلعة لك. كيف وصلوا الى القلعة. he enjoyed video games yesterday. هو استمتع بالvideo games. طالما هي games ايه هو بيلعب. يبقى playing. هالا always voluntary work at children's hospital. كل عائلة ورك يا شباب بتاخد عبقى عائلة دو. يبقى الصحة عندنا. always does voluntary work. it's important to save online. ان المهم ان تبقى امنا على الانترنت. يبقى stay safe. are there papers فلفل. ده سؤال. والسؤال بيقى في كلمة ايه. اني. هل يوجد اي فلفل. they as one last week. last week من علامات الماضي البسيط. يبقى عايزين فعل ماضي. اللي هو تصريف تاني. اللي هي visited. what are you. verb to be. am is or. بياخدوا ing. يبقى doing. بعد كده السؤال البعضي. السؤال correct. is got curly hair. got تاخد قبلها half وهاز. علي مفرد. علي has got. there are a printer on desk. printer مفرد. لكن are جمع. يبقى المفرد بتاعها a is. would you like a cake? هنقولنا عندنا لو انا بعزم عليك. ينفع استخدم كلمة a some في السؤال. would you like some a some cake? doesn't give your personal information to anyone. لا تعطي معلومات الشخصية اي حد. الافعال الامرية او الجمل الامرية او جمل التعليمات. لازم تبدأ بمصدر. او تبدأ بكلمة don't. يبقى الصحة هنا. don't give. بعد كده عندنا يا شباب. paragraph على how to be saved online. كيف تكون امن على الانترنت. ايه قواعد اللي لازم نتابعها. عشان نكون في امان على الانترنت. هنعمل كده البلغراف ده. how to be saved online. اول كدبنا كده جملة افتي تحية. the internet is very important in our life. الانترنت مهمة في حياتنا. الاطوب people use it everyday and everywhere. كل الناس بتقريبا تستخدم الانترنت في كل مكان وكل يوم. you should learn how to be saved online. يجب انت تعلم كيف تكون امن على الانترنت. because there are some problems you can face online. ويحصل المشكلات ممكن تواجهها online لو انت مش امن. you should keep your password secret. عليك ان تحفظ على كلمة سرك. you shouldn't make friends with people you don't know on the internet. متكونش صدقات مع حد ما تعرفوش على الانترنت. you shouldn't give personal information to strangers. متديش معلومات شخصية للغرباء عنك على الانترنت. you shouldn't send your photos to people you don't know. تبعتش صورك لحد ما تعرفوش. you should follow the private setting online. يجب ان تتابع قواعد واعدادات الامان والخصوصية على الانترنت. كلمة private setting اعدادات الخصوصية. if something is wrong or you feel worried about something. او حسنت ان في حاجة غلط. او انت الان من حاجة قدامك على الانترنت. you should tell your parents. يجب ان تقبل الوالدين. or teachers او احد المدرسين. although internet is very important. بالرغم ان الانترنت مهمة جدا. we shouldn't spend much time online. لا يجب ان نقضي وقت طويل جدا على ايه. انترنت او online. كده شباب الحمد لله. خلصنا موضل ثري وفور من مرحق كتاب جيم. سنقول اعدادي. مانا يكون الفيديو مفيد ليكم. مانا توفيل الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.